قبول الوطن التأمينات بدء صرف معاشات فبراير لعشر ونصف مليون مواطن اليوم تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير لنحو عشرة ملايين وخمسمائة ألف مواطن اليوم لاثنين الموافق الأول من فبراير 2021 حيث سيتم البدء بالشريحة الأولى البالغ عددها نحو اثنين مليون واربعمائة ألف مواطن وأكدت الهيئة أن جميع المنافذ البالغ عددها ثمانية عشر ألفا وأربعمائة واثنين منفذا جاهزون لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأوضحت القومية للتأمينات أنه سيتم تقسيم صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح كما هو متبع بالشهور السابقة كالتالي الشريحة الأولى والمقدر عددهم باثنين مليون واربعمائة ألف مواطن يبدأون صرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح اليوم لاثنين الموافق الأول من فبراير 2021 والثلاثاء الثاني من فبراير وذلك لمن يتقادون أقل من ألف جنيه تبدأ الشريحة الثانية التي تتقادى أقل من ألفي جنيه يوم الأربعاء الموافق الثالث من فبراير والخميس الرابع من فبراير 2021 وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد